أفدت مصادر دبلوماسية بإقدام أحد الطلاب اليمنيين في الكليات الحربية بالسودان على ترديد تحية ميليشيات الحوثي الشهيرة المعروفة بالصرخة وثادياتها قبل أيام معلنا في ساحة التدريب بالكلية خلال الطابر الصباحي السودان عضو فاعل في تجمع التحالف العربي بقيادة السعودية لدعم شرعية في اليمن في مواجهة الحوثيين منذ اندلعات الحرب في مارس 2015 وقال أحد المصادر أن السلطات السودانية ألقت القفض على الطالب اليمني وفصلته من الكليات الحربية وتفيد المعلومات الواردة نهوية واسم الطالب ينتمي إلى قبيلة الحدى بمحافظة ذمار وحفيد اللوعال الكوليبي الملحق العسكري في السفارة اليمنية في الأردن الذي يتلقى راتبا شهريا من الشرعية وراتبا آخر من سلطات الحوثيين وهي إحدى أهم معاقل ميليشيات الحوثي وحسب المصدر ابتعث الطالب على حساب وزارة الدفاع اليمنية بالحكومة الشرعية المعترف بها دوليا ضمن الدفاعات الأخيرة قبل عامين لكن مصادر سودانية أكدت أن وزير الدفاع بالحكومة الشرعية اليواء محمد المقدشي بعث رسالة إلى الملحق العسكري اليمني في الخرطوم أحمد الشعنى طالبا فيه بسرعة مراجعة قيادة الكلية الحربية السودانية وإلغاء قرار فصل الطالب إلا أن شعنى رفض الأمر